تقنية حركات الكاميرا الفيرتيجو ايفكت الفيرتيجو ايفكت من المؤثرات التشويقية اللي بنستخدمها كتير في أفلام الرعب واللي ليها تأثير عاطفي قوي على المشاهدين في كاميرا الفيرتيجو الكاميرا بتعمل زوم على هدف معين بس في نفس الوقت وهي بتعمل زوم بيبقى فيه تشويش للمنظور بيسحب المبنى نفسه وده بيخلي عقل المشاهد في حالة غريبة الناس اللي بتتفرج بتبقى فاكرة نفسها بتقرب من الهدف بس الحاجة اللي في الخلفية بتبعد عننا في الحقيقة المصورين بيستخدموا عدسة تكبير عشان يغيروا مجال الرؤية وفي السريدي ماكس هنعمل نفس الحاجة تعالوا نشوف ازاي بتتعمل تعالوا نفتح المشروع بتاعنا وعلشان المحاضرة دي مخصوص حطيت نفورة قدام الفيلا هنا يلا نحط فيزيكا الكاميرا قدام المدخل هنا والتارجت حيكون عند الفيلا حنروح لشاشة التانية وحندوس سي وحنزبط اول فريم عندنا فاول فريم عايز ابين فيه وجهة الفيلا كلها والنفورة حنرجع بالكاميرا لورا شوية بس ما ينفاش رجعها لورا قوي علشان عندي باب هنا في الحالة دي بقى حنروح عند الكاميرا بروبرتيز وحنقلل الفوكل لينس علشان تدينا فيو أوسع برضو حنختار الكاميرا تارجت وحنرفعه الفوكل شوية من عند الزيد سبينرز اللي تحت دول وبكده يبقى زبطنا اول فريم تمام يلا بينا نعمل الانيميشن اول حاجة حخلي التايم لاين 300 فريم حدوس كنترول وقالت ورايت كليك وحشده لحد ما يبقى 300 بالزبط حنفتح الاوتو كي وحنروح لفريم 300 وحنتحرك بالكاميرا القدام باستخدام الدولي تول اللي تحت هنا دلوقتي بعد ما تحركنا بالكاميرا عايزين نبين النفورة برضو حنستخدم الزرار الوسطاني في الماوس عشان نعمل pan وحننزل لتحت بالكاميرا شوية ودلوقتي كده الانيميشن تقريبا جهز الخدعة هنا اننا حنغير الفوكل لينس تعالوا نقلله شوية لحد لما نزبط اللقطة الاخيرة حنخليه 20 وندوس انتر بعد كده حنختار تارجة الكاميرا ونرفعه لفوق شوية لحد لما تبقى عندنا لقطة اخيرة حلوة ودلوقتي بقى عندنا كاميرا الفيرتيجو ايفكت جهزة الكاميرا بتقرب من المبنى وفي نفس الوقت الخلفية بتبعد وده بيدي تأثير قوي لللي بيتفرج وبيأكد جمال النفورة اللي عندي حنقفل الauto key ونروح لفريم 0 وحنقبر الviewport وبعدين حنروح لتولز preview grab viewport وcreate preview animation حنشيك عال settings بتاعتنا وحندوس create الفيرتيجو ايفكت ممكن تتعمل على الكاميرات البعيدة بس بتبقى احلى لو بنركز على هدف قريب ترجمة نانسي قبل جمہ